أعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ ياء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولرسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قل لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته وإيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤذين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفض في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصعاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مريم وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا عينيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أران شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العني العظيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من المصطفى المختار خير الخلاق شموش العدى قمر علم الحقائق هم خالفاء الله في أرضه وهم هدات عباد الله أمد الطرائغين لا إن غيقا دنيا علي فإنني بتايدكم يا سادتي غير طاري وصل الله على طه وعطرة الرضا إله الورام دار لالا وشارقي ناسي ما صاب يامي ذا راحاتي من جدوى خيضا من لالا معطي مولا مسعف الرجوى وابلغ تحرياتي إليه معافرة لخاتك أطول نفي ساركالك المسوى فها هو شم سنفي دعات تحاجهم أقامتهم في السادة مولاتنا الروم أغثني 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 يا إيماننا ويا مرحك العليا ويا ظاهر الجدوى أغثني 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 له عصرات المصدر هم الغاية القشوى ألاما بدين الله عظم المصائب بغيبات لا إنهاز على المناصب لقد كان سيف الدين شمس دواتها لطاعة جميعا خزر أعلى المناصب لقد كان تحق المؤمنين وعسمة الموالين عاقا في جميع النواردين لقد كان ستسق القمام بوجرئي أقولوا وقولنا بصدق التجارب فواتحنا خير الفواتح اسبحت بهم وابهم قدعوا لخير العاقب ألاما بدين الله عظم المصائب بغيبات لا إن كان زين المسحب بغيبات لا إن كان أرحم راهما ونائب أهل البيت قابت عابدي بغيبات شمسم لدعاء الكراهما بإله مدامة جميع المقاشر بغيبات مولا كان أكرم معجدا وطهار مولود وطهار والدين بغيبات برعالين لعال محمد وصيفهم البطار حتى في المضالرين ب sanctuary في الممدامة جميع المشاكل وصفهم لدينا وصفهم بمدامة جميع المشاكل يا حسين يا سيئلا الشوهدائي قل قل حسين بكربلا قل قل حسين بكربلا موس قل حسين بكربلا موس قل حسين بكربلا ارقی کا مولا يل رف حسين افجی کا مولا يل رف حسين مولا یا بولا يل رف حسين ذکر الحسين بغیر جاد ساکرین ذکر الحسين بغیر جاد ساکرین يا حوز يا قول زاکرین شاکرین افجا مصوه جميع الطاهرين افجا ولا آقل ولا اعظافرين ذکر الحسين بغیر جاد ساکرین ذکر الحسین بغیر جاد ساکرین ذکر الحسین بغیر جاد ساکرین يا حشين يا حشين يا قوم قولوا يا حشين يا حشين تضرأوا بكينه من كل شيء وارجوا به الفلاح إذ يحين حين تضرأوا بكينه من كل شيء تضرأوا بكينه من كل شيء تضرأوا بكينه من كل شيء تنهاي میں كيسے اُٹھے گا اكبر کا جلازہ رہنے دو تنهاي میں كيسے اُٹھے گا اكبر کا جلازہ رہنے دو سابر ہو مگر فیر باپا وطن ایسا ہی ادوالا لہنے دو كيسا نتا دو ریتی پر تقلیف نا پوچے اکبر کو بیتی ہے موت غیری برچی زخمی ہے قلے جا رہنے دو غیمے من اللے جاو ان کو ما زخمنا دے کے سینے کہا اے سانا بونگی شیدل سے ترجمة نانسي قنقر 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 نهاية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة